هل يجب أن نكتفي ذاتيا من القمح؟ هذا تحقيق على موقع مدى مصر مبارح السيسي كان في موسم الحصاد في قرية الأبعدية اللي هي في البحيرة المناسبة قرية الأبعدية ده اسم بفكرنا بالسجن سجن الأبعدية اللي ده للناس بقيت فكرها أكتر لكن هو السيسي راح يفتتح يعني مشروع بتاع الموسم الحصاد من قرية الأبعدية وهناك تكلم عن موضوع القمح وأن مصر بتنتج حتى هو قالها كده 8-9 مليون طن يعني ما تقول رقم محدد وأنت مفروض رئيس الحكم يعني وبالتالي عندك رقم واضح أنه هو 10 مليون أنها 8 مليون لكن تلخبط الدنيا 8-9 مليون طن وبيقول أنه الدولة ما بتاخدش منها من هذه الكمية إلا 3.5 مليون طن والباقي موجود عند الناس بيستخدموه في بيوتهم بيخبزوا منه في البيوت وحتى 3.5 مليون هو بيقول إحنا في الآخر دي بتروح للمخابز وده بيروح للناس المهم نرجع للتحقيق لأنه التحقيق الحقيقي جاوب على سؤال مهم جدا وهو هل يجب أنك تافي ذاتيا من القمح قصة القمح قصة معقدة وقديمة في مصر وده من الأمن القومي الحقيقي أنك تمتلك غزائك وده أكتر حاجة بيتم التأثير على الدول من خلالها اللي هو الأمن الغزائي وأهم حاجة بالنسبة لنا في الأمن الغزائي هو موضوع الأمح والحقيقة أنه مصر يعني في فترة الستينات كانت في محاولات للاكتفاءة ذاتي من القمح لكنها لم تنجح بطبيعة الحال كان لسه مزالت محاولات أولية وفي السبعينات والسمانينات احنا نشوف دلوقتي انتاج مصر من القمح سنويا ده يعني مدينا هذا الجراف تطور انتاج مصر من الأمح من سنة 2000 لغاية 2021 وهنشوف في هذا الجراف يعني أنه كان أعلى معدل يعني كان في 2009 تقريبا ثم بعد كده بعد صورة يناير لما زاد الانتاج في مصر في عهد في سنة 2012-2013 ووصل إلى حوالي 9 مليون طن وده كان يعني نسبة كبيرة جدا يعني كان ارتفاع كبير في محصول القمح في ذلك الوقت وكان يحقق تقريبا 50% من استهلاك مصر نشوف كمان هذا الجراف الآخر عن متوسط انتاجية يعني خلاص شوفنا احنا ده في الأهرام كانت بتقول انه في 30% زيادة في انتاج الأمح والاكتفاء الزاتي خلال 4 سنوات ده في اللي هي في عهد الرئيس مرسي في 2012-2012-2013 كان اللي هي كان فيه اهتمام كان فيه اهتمام لدى الرئيس مرسي بتحقيق الاكتفاء الزاتي من القمح كان فيه ارادة حقيقية هذه الارادة مش موجودة الآن وليس ولم تكن موجودة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ولا حتى في عهد الرئيس السادات لانه كانوا بيكتفوا باستيراد القمح كان الاول الاستيراد بشكل اساسي من الغرب من امريكا وكندا ثم اتجه الاستيراد اكثر من الشرق من روسيا ومن اوكرانيا وهو ده الوضع الحالي ان احنا اغلب احتياجاتنا من القمح بنستوردها من روسيا واوكرانيا الحقيقة انه القمح لم يزد خلال العشر سنين اللي فاتت الا بحوالي من نص الى مليون طن فقط يعني مش مش حاجة كبيرة يعني هم عملين دلوقتي كانوا عملين حفلة كبيرة امبارح علشان يقولوا ان احنا زدنا في انتاج القمح وصلنا الى احنا مش عارف انها رقم صحيح هو 8 ولا 9 ولا 10 يعني هو قال للرقم كده 8 9 10 مليون طن فخلينا نقول انها 10 مليون طن فلو 10 مليون طن فاحنا بنتكلم على زيادة ما بين نص الى مليون طن من 2013 خلال العشر سنين كمان التحقيق ده بيقول انه اغلب انتاج القمح لا يزال يتركز فعليا في الوادي والدلتة اللي هي الاراضي القديمة ده وفقا لمنظمة الاغذية والزراع الهلفاو بيقول انه كمان انه بيتركز عند الحيازات الصغيرة اللي هي ما بين فدنين اقل من 3 افدنة يعني هم دول اللي بي بشكل اساسي بيزرعوا الامح بتقول الدراسة كمان ان اكتر من نص خمسين في المية ونص يعني من مساهمة الارض لانتاج القمح يمتلكها في اللحون تقل حيازاتهم عن 3 افدنة المزارع الجديدة اللي هي في المدن المزارع الكبرى والصحراوية بتنتج خضروات اخرى وفكهة ونباتات طبية وعطرية ومحاصيل علف من اجل التصدير او التصنيع الفكرة انه هنا انه مشكلة الامح في مصر مشكلة قديمة ومستعصية ورغم زيادة الانتاج بشكل عام وانتاجية كل فدان لانه حتى انتاجية الفدان تطورت مع الوقت خلال العقدين الاخرين الاخيرين اللي هما العشرين سنة اللي فاتوا يعني الا ان مصر لم تنجح في زيادة نسبة اكتفاقها الذاتي من القمح بل ظلت النسبة تتزبزب صعودا وهبوطا زي ما شايفين كده على الشاشة نسبة اكتفاق ذاتي من القمح ايضا من 2008 لغاية 2020 هنلاقي انه اعلى نسبة الحقيقة حصلت كانت في 2009 في عهد مبارك كان وصلت نسبة الاكتفاق الذاتي 74% ثم نزلت بعد كده في 2010 نزلت زي ما حضراتكم شايفين ال43 وبعدين في 2011 وصلت 44 وشوية وثمانية من عشرة ثم في 2012 وصلت زادت عن الخمسين في المية 2012 و2013 وبعدين نزلت بعد كده في 2014 من 2014 المستوى نازل لغاية 2016 كان اقل حاجة أو 2017 آسف كان الحاجة 34% تقريبا ثم 2018 35 وشوية ثم 2019 رفع شوية فيه 40 وثلاثة من عشرة ثم 2020 اخر حاجة وصل لها الاحصاء عبر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء 41 واربعة من عشرة الوقت الحالي يعني تقريبا اقل ايضا من خمسين في المية نسبة الاكتفاق الذاتي والباقي بنستورده من اوكرانيا ومن روسيا بيقول للتحقيق ايضا ان الدافع وراء انخفاض تلك النسبة هو زيادة المطلقة في استهلاك الامح يعني المصريين بدأوا يعني او زادوا في استهلاكهم للقامح وده من نوع من جودة الحياة شوية يعني ومعها ارتفعت كميات القامحة المستوردة من ما يقارب 9 مليون طن في 2008 لغاية 12 مليون طن حاليا حسب اخر التقديرات كمان بيقول التحقيق انه مصر رغم ارتفاع الانتاجية وارتفاع الكمية المنتاجة وايضا كمية كل فدان على حدة يعني الا انها لا تزال هي اكبر مستورد للقامح في العالم مصر اكبر مستورد للقامح تسبق في ذلك الصين شوفوا الصين قد ايه مصر قبلها يعني اكثر استيرادا وتسبق ايضا نيجيريا وهي يعني تعتبر الدولة اكبر من مصر من حيث عدد السكان بيقول التحقيق ايضا انه استيراد الامح بيمثل مشكلة كبيرة للحكومة المصرية لانه بيمثل حوالي 6% من المتداول عالميا زي ما قلنا انه اكبر مستورد للامح في العالم هي مصر زيادة استهلاك الامح زيادة استهلاك الامح على المستوى الكل فيه يعني القصة معقدة شوية ان خلال السنوات من 2010 لغاية 2015 حصل انخفاض في نصيب الفرد من القمح بحوالي 20 كيلو جرام كل دي من الناس اللي بتكلموا احنا كنا قبل شوية نتكلم عن الاعلام والبروباجندة اللي عاملينها عن الانجازات السنوات الانجازات اللي هي العشر سنين اللي فاتوا هي العشرية السوداء الحقيقة فحتى احنا في الجزء اللي احنا متكلم فيه دلوقتي اللي هو القمح بنقول انه انخفض نصيب الفرد من القمح بحوالي 20 سنة من 2010 لغاية 2015 والسال التحقيب يطرح سؤال هل نستطيع فعلا الوصول للاكتفاة الزاتي من القمح وفي حال وصلنا لهذا الاكتفاء هل سيحل هذا مشكلات سوء التغذية والفقر الغذائي وارتفاع معدلات امراض الغذاء والعبء المزدوج للجوع لدى الفئات الفقيرة والتي تقترب نسبتها من سلس السكان وبيجاوب الحقيقة جابة سريعة وبيقول لا مش هنقدر مش هنقدر نحقق هذا الاكتفاء الزاتي من القمح طبعا ده بيقول مش هنقدر نتيجة الشواهد اللي شايفها اللي شايفينها حواليهم الآن واهم هذه الشواهد الحياة هو غياب الارادة ان احنا نحقق هذا الاكتفاء الزاتي لكن لو لدينا حكومة وطنية منتخبة زي ما حصل كده في 2012 انه الرئيس مرسي تعهد انه هو هيحقق الاكتفاء الزاتي خلال اربع سنوات يعني ما كناش عارفين طبعا هل هيقدر ولا ما يقدرش هتفاجه صعوبته لكن كان فيه ارادة كان فيه نية حقيقية لتحقيق الاكتفاء الزاتي خلال اربع سنوات ليه لانه لما الدولة او السلطة او الحكم المنتخب بيتعهد بالشيء ففيه جهات هتحسبوا على هذا التعهد فيه برلمان هتحسبوا فيه صحافة هتحسبوا فيه رأي عام هتحسبوا على هذا الكلام وهيحسبوا لحظة اول بول يعني مش هيستنى كمان لغاية انتهاء الاربع سنوات لا ده هيجي في السنة التانية من الحكم ماذا حققت في هذا التعهد انت المفروض قلت في اربع سنين طب احنا المفروض ان احنا بنستورد عشرة مليون طن مثلا طيب المفروض ان احنا في السنة التانية من تعهدك نستورد مثلا تمانية مليون فقط المفروض ان في السنة التالتة نستورد ستة مليون فقط او خمسة مليون فقط المهكزة في السنة التالتة نستورد تلاتة مليون في السنة الرابعة نستورد مليونين فقط او اقل بحيث ان احنا نصل لنهاية المدة اللي انت تعهدت بيها انه خلاص بطلنا نستورد قمح طبعا الحقيقة انه استيراد القمح اسعار القمح هي ارخص من تكلفة انتاجه محليا ده حقيقة يعني تكلفة انتاجه محليا هي اعلى من تكلفة الاستيراد وبالتالي بالمعايير الاقتصادية الشكلية العادية يبقى نستورد بدل ما ننتج وندفع فلوس كتير في الانتاج القمح داخليا لا نستورد لكن لما يكون في ارادة ولانه ده اعتبار المسألة اعتبارها بقى مش بالمعايير الاقتصادية بمعايير الامن القومي انه دي حاجة استراتيجية لا ندفع ندفع اكتر في الانتاج المحلي في انتاج داخليا محليا ولان الدفع الاكتر ده مع الوقت هتقل التكلفة الحدية هتقل مع الوقت مع كسرة الانتاج مع كسرة زيادة المساحات المزروعة قمح مع تطور اساليب الزراعة هتقل التكلفة مع الوقت يعني ممكن تبقى بعد 10 سنين بعد 20 سنة تبقى تتساوى تكلفة الانتاج المحلي مع تكلفة المستورد لكن انا حققت امني الغذائي ولم اخضع لابتزاز الدول الكبرى التي تمتلك القمح ولم اخضع للظروف يعني زي الظرف اللي حصل ده ظرف الحرب الاوكرانية الروسية واللي كاد انه هو يؤثر بقوة على وردتنا من القمح لان طبعا تركيا تدخلت وعملت اتفاقية لضمان توريد الحبوب الاوكرانية والروسية الى العالم وبتالي استمر التوريد الى مصر والى غيرها من دول العالم من روسيا ومن اوكرانيا